اشتركوا في القناة الوبراتينج برجت هي الميزانية التشغيلية وبتشمل او في الديفريشن بتاعها بتقول او في الديفريشن بتاعها بتقول الاحتاجات اليومية او العمليات اليومية تشمل ايه الوبراتينج برجت تشمل على المرتبات المصاريف تكلفة المواد القيامة الديوكيشن والريسيرش الحاجة دي طبعا حفظ اللي نيجي في السؤال المتحان تقول لك اي نوع من ايه من البودجيت الوبراتينج بودجيت ولا الكابيتال بودجيت ولا ايه يبقى التعليم وتدريب والريسيرش والابحاث هي جزء من الوبراتينج بودجيت العقود اللي بتم في خلال السنة لجزء من الوبراتينج بودجيت الانشورنس التأمين والمنتنس عقود الفيانة والديبرشيشن البحلال او تقليل القيمة او الاستهلاك لجزء من الوبراتينج بودجيت حدود الدين ده جزء من الوبراتينج بودجيت الربح المعقول او ها مش الربح المعقول ده جزء من الوبراتينج بودجيت الريسيربرال بروفيت تشمل الكمبولا بتاعت الوبراتينج بودجيت على كذا حاجة اول حاجة الاحصائيات اللي هي اللي هي الاحصائيات اللي جاية من كل قيمة او مادة او فلوس بصرفها وتشمل كمان العائد الريفنيو اللي هو الدخل اللي جاي من الخدمات ومن العيانين ومن الاستثمار ومن التبرعات الخارجية للمستشفى بدي تلات اجزاء مهمين جدا في الوبراتينج بودجيت الستستيسكس الاليكسبيسيز وريفنيو لشان اقدر اعمل الوبراتينج بودجيت عندي اعملها بترقتين الطرية الاولانية ان انا اعملها فيكسيت او بسموها فوركاست بودجيت لاني دبما بحط الميزانية بتاعت السنة اللي جاية بناءنا على الميزانية السابقة كانت السنة اللي فاتت كذا فاره بحط نسبة كل سنة نتيجة لخبرات الواسعة وبقول اني البودج بتاع السنة اللي جاية كذا او كعشر في المية من البودجيت اللي فاتت او معناها اني بحط ميزانية سابقة كل سنة الفلكس بالبودجيت يبقى الفلكس بالبودجيت دي اما الميزانية سابقة كل سنة اما بقول اني انا بزود هامش سابقة كل سنة لاسياء كتير قوي من هنا انا متوقع دخل اعلى ومنها لان انا متوقع مصاريف تزيد فكل ده بحطه وبيبقى ميزانية ايه سابقة كل سنة اما فيها هامش واحد في المية زيادة كل سنة ممكن بتبقى في الاخر ميزانية سابقة وانا من تلوقتي اعرف الميزانية بتاعت عشر سنين قدام كام ودي افسط انوع الميزانيات الميزانية التانية او التالية تانية او الميزانية هي ميزانية فليكسبول ودي بسيطة تغيرة يعني في السنة الجاية انا قلت الميزانية بتاعتي مليون دولار السنة اللي بعدها جيت اعمل الميزانية بتاعتي لقتها كفاءة والبرج بتاعي تبقى خمسمائة الف السنة اللي بعدها كنت اشوف الميزانية بتاعتي بناء انا عامل كتيرة قلت لها ده انا محتاج توسعات جامد ده انا محتاج ميزانية لتنين مليون فهي ميزانية بتعتمد على انا بحقق ايه كل سنة انا عايز اعمل ايه ودات اللي داخلت للسنة اللي فاتت ممكن استعمل ميزانية دي ممكن استعمل ميزانية دي حسب انا عايز ايه على حقيقة ايه انا عايز اسبت نفسي ولا انا عايز عندي دغوارات كتير بس لازم كون عندي ميزانية النوع التاني او ترية التانية تالتة لتنفيذ الميزانية اللي هي بيسميها zero based budget اللي هي بابتدي من الزيرو كل سنة واعمل الميزانية كديدة كاني اول مرة اعملها كل سنة برمي الميزانية اللي فاتت وباعمل ميزانية من جديد وابتدي من الزيرو اشوف كل حاجة اعملتها في اول مرة في الميزانية ارجع اعملها تاني ودي ما بتتعلمش من الميزانات السابقة كل مرة ميزانية مبنية من الزيرو كانها جديد واشوف برجع فيها حلوة في ايه ان انا فيها حاجات ممكن تبقى اعطوتها في الميزانية اللي فاتت واتلاغت فهنا بقدر اراجع واخلص الميزانية من الحاجات اللي كانت موجودة وبدش موجودة فيه بعد كده بعمل ميزانية لكل تقدم ميزانيتها وجمعهم واعتمد الميزانية الكبيرة بتاعت المستشفى كلها بناء على ميزانية كل قسم بالاقسم او كل مجموعة من ال دي بارتمنس يعني بتاع الـ HR بعمل ميزانيته بتاع الجراحة بعمل ميزانيته بتاع الميزانيته بتاع البطنة بيع الميزانيته والاخر اجمعهم واحطوهم في الميزانية بتاعت المستشفى كلها على بعضها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة